نعم وما زال هناك عدد من الشهداء المتواجدين تحت الأنقاض وحقيقة لا نعلم هل هم شهداء أم هم مصابين حتى هذه اللحظة لكن هناك مواطنين ما زالوا تحت الأنقاض متواجدين في عدة مناطق في قطاع غزة وخصوصا في المنطقة التي استهدفت هذه الليلة طبعا كانت هناك حقيقة مجزرة حقيقية في منطقة الرمال في منطف قطاع غزة وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الهادئة والمناطق التي لا يمكن أن يكون فيها مثل ما حدث فيها من تفعيد بشكل كبير جدا حيث تتحدث تقريبا عن مساحة تقريبا كيلو مربع تم نفسها بشكل كامل وتسويتها في الأرض والصور التي خرجت تؤكد هذه الصور نراها الآن سيد محمود على الشاشة بجانب من هذه الصور التي تشير إليها أشارتم في الدفاع المدني إلى قصف غزة بالقنابل الفسفورية والارتجاجية المحرمة دوليا ما الذي لديك من معلومات بشأن ذلك وكيف ظهر ذلك في الضحايا الذين سقطوا خلال الساعة الماضية حقيقة لا نعلم تفاصيل هذه القنابل التي تطلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن شاهدنا القنابل الفسفورية التي أطلقت على القطاع طبعا تتحدث عن حجم كبير جدا للدمار كتلة نارية هائلة سقطت قدنا الاتصال بمحمود بصال المتحدث باسم الدفاع المدني وهو يؤكد هذه المشاهد التي نراها والاستهداف بالقنابل الفسفورية للفلسطينيين في قطاع غزة خلال هذا القصف والغارات المستمرة من الجو والبوارج البحرية منذ السبت الماضي للمزيد من معرفة والاطلاع على الصلاة